هل أنت مهتم بتربية الدجاج؟ إنه الدجاج البيض أو الدجاج التوصي يتميز الدجاج التوصي بحجم الصغير وسرعة نموه كما يتميز بطعم لحمه وجودة بيضه العالية وهو يتطلب عناية خاصة في العنايته وتغذيته للحصول على أفضل النتائج كما أن هذا النوع من الدواجن يمكن تربيته في الأماكن المغلقة أو المفتوحة يمكن أن يكون مشروع تربية الدجاج التوصي مربحاً بنسبة للفلة وذلك بشرط توفر بعض العوامل الضرورية لنجاح المشروع مثلاً واحد، توفر الخبرة والمعرفة الكافية في مجال تربية الدواجن وذلك لضمان توفير العناية اللازمة للدجاج وتوفير الظروف الصحية الجيدة له اثنان، توفر البنية التحتية اللازمة لتربية الدواجن مثل المساحة الكافية والأماكن المناسبة للتغذية والشراب وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة ثلاث، توفر الأعلاف والمكونات الغذائية اللازمة لتغذية الدواجن بشكل جيد وذلك لضمان موهم السليم وصحة جسمهم أربع، توفر الأدوات والمعدات اللازمة لإدارة المصرعة والعناية بالدواجن مثل الحاضنات والمناشف والقفازات وغيرها خمس، توفر السوق المناسب لبيع منتجات المشروع مثل اللحوم والبيض وغيرها تم توفير هذه العوامل وتم إدارة المشروع بشكل جيد فإن مشروع تربية الدجاج التوسي يمكن أن يكون مربحاً بالنسبة للفلاح ويمكن تحقيق أرباح جيدة من خلاله ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هناك مخاطر وتحديات مثل الأمراض والتقس والأسعار الزائدة للأعلاف وغيرها والتي يجب أن تتم مواجهتها بشكل فعال لضمان استمرارية نجاح المشروع إداً كنت أو مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة لكي تتوصل بالجديد